يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى جمعنا دلوقتي مع ترانز اللي بيجمع لكم كل أخبار اللي كانت ترانز على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا ودلوقتي هنبتدي بفقر ترانز of the week الملك تشارلز وزكاء الاصطنعي أزمة الفيسبوك يوسف وهبي يكسب الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي دي انتشرت جدا الأسبوع اللي فات على كل السوشيال ميديا وطبعا فيه كتير جدا من الناس قاعدوا يعملوا شعر ليها ويقولوا إزاي الملك تشارلز يظهر بالشكل ده ويقوم بتصرفات مش مناسبة خالص لما كانتو وطبعا لأنه ملك بريطانيا الأغرب في الموضوع أن كل اللي عملوا شعر للصور دي كانوا متأكدين تماما أن دي صور للملك بجد وأن الصور دي كانت في احتفال خاص بمناسبة تتويجه رسميا كملك ولكن الحقيقة أن القصة دي كلها غلط وأن الصور دي مش حقيقة بالمرة وأنها كانت كلها معمولة بالذكاء الاصطناعي زي كتير جدا من الحاجات اللي بقينا نشوفها على السوشيال ميديا حاليا واللي مع الأسف ما بقاش فيه حد يحاول يتأكد هي حقيقة ولا لأ قبل ما يعمل شعر العالم كله كان مقلوب الأسبوع اللي فات بسبب الثغرة اللي حصلت في الفيسبوك واللي بسببها حصل مشاكل كتيرة جدا ومنها طبعا أنك لما بتزور بروفايل أي حد بتبعثه طلب صداقة بشكل مباشر من غير ما تعمل ده مش بس كده لأ ده كمان لو أنت عامل بلوك أو حظر لأي حد هتلاقي إن الحظر ده اتشال لوحده ولكن المشكلة الأخطر كانت في موضوع الرسائل المتبادلة بينك وبين أصدقائك لأن العصر الأول صغر اللي حصلت اتسببت فيه نشر كتير من الرسائل الخاصة المتبادلة بين الناس على البروفايل الخاص بيهم وكأنها بوست اللطيف في القصة إننا كمصريين اتعاملنا مع الموضوع بشكل كوميدي جدا وشفتنا مثلا كتير من الفنانين عملوا أكتر من بوست بترياءوا فيه على اللي حصل ومنهم طبعا الفنان محمد هنيدي واللي نشر أكتر من كوميكس ترياء على الموضوع ده الحقيقة إننا كل يوم بنتأكد إن مصر زي ما بيقولوا بجد هي هوليوود الشرق وإننا عندنا كتير من الفنانين العظماء من أيام قليلة جدا تم طرح فيلم اسمه راند فيلد في دور السلمة العالمية والفيلم ده من بطولة النجم العالمي نيكلس كيتش بيقدم فيه شخصية دراكلا بس زي ما احنا شايفين كده في الصور اللي قدامنا إنه ملامح الشخصية اللي قدمها نيكلس كيتش وطريقة الأداء بتشبه كتير جدا ملامح الدور اللي قدمه الفنان العظيم يوسف وهبي في فيلم سفير جوهنم واللي تم إنتاجه سنة 1945 وطبعا مع الفارق إن نيكلس كيتش عامل الشخصية دراكلا ويوسف وهبي كان عامل دور الشيطان وطبعا التشبه في الشخصيات خلى ناس كتير جدا على السوشيال ميديا تعلق على الموضوع ده وتنشر صور المقارنة بين الشخصيتين وبكده نكون خلصنا فكر ترانز of the week موسيقى موسيقى